مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم قبت لكم وصفة حاجة يقدر روعة اللي هي كاكت المحشي الملفوف الان خلاص ما فيش عاد عدر اللي ما يعرفش يعمل محشي ملفوف او يشتري الملفوف او الكروم بتطلعش معاه حلوة انه ما يعملاش محشي او يعني يستخدمي لشي تاني او بعضهم والله يسلقوها مساكين ويرموها لا خلونا احنا نعمل هذه الطريقة ولديدة ونفس الطعم وبطريقة حلوة وسهلة هنا شوفوا عندي حشوة حشوة المحشي المعتادة عندكم واذا تشتري الطريقة موجودة نفس حشوة محشي الملفوف اللي انزلته وهنا عندي ملفوف مسلوق يعني صلقته بماء وعلى كمون بعد كده قطعته وفرمته بالسكين خلاص وقمده بعدين افرزونا بالفريزر تمام بعد كده باقي بقدر بحط عليه شريح من البصل وشرائح من الطماطم وممكن تضوفوا اي حاجة تحبوه قزار شريح من القزار عادي وكمان عندي اوراق ملفوف كبيرة يعني وصل كبيرة وممكن القدع تبع الملفوف يعني القلب الكبير هذا اللي يجي قوي ممكن تحطوه من تحت بس عشان ميمسكش معاكم الملفوف وهنا شوفوا غسلت الملفوف يعني خلته يفك من التلق وغسلته وشوفوا كيف مفروم ناعم الان بضيف نص الكلمية نص كمية الملفوف بضيفه اسفل القدر بحاول من القوانب ارفعه شوية شوفوا ارفعه شوية من الاطراف كده زي موضح لكم بالفيديو بعد كده باقي بالحشوة حقي اللي هي الرز وبضيفه بالوسط طبعا شوفوا كيف القوانب يعني مرتفعة شوية بضيف الحشوة والان بضيف نص الكمية المتبقية بحاول اني شوفوا اضغط عليه اطبطب بشكل خفيف يعني اضيف واتبطب عليه بس مش تضغطوا ضغط بقوة لا بحيث انه يضغطه تماما انتم بتشوفوا بعد كده بحط صحل او ثقل افضل اني الصحل انا افضلوا اكتر من الثقل والان بسوي الصلصة ممكن انتم تضوفوا مرقة بس اني احب دي الصلصة اللي تعودت عليها من امي الله يرحمي عندي كمية من الزيت بضيف عليه ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم ورشة من الكمون ورشة من الكزبرة يعني ربع كوب كمون ربع كوب كزبرة وفلفل حار اختياري بودر وخلي بس يطلع ريحته اضيف ماء او ممكن مرقة دقاج او مرقة لحم وكمان اعدل الملح انتبهوا الحشوة تكون كمان مالحة فانتم عدلوا الملح تمام خلوا يغلي بس غلوة وخلص على طول نضيفه على المحشي طبعا شوفوا اني اضيف بالتدريج وهز القدر ليش اهز القدر او الدست عشان انزل الماء انزل المرقة عشان ينضغ من تحت المحشي ما يكونش بس من فوق والرز ينضغ معايا طبعا اضيف نص الكمية بس ينشف ارجع اضيف الكمية الثانية بالتدريج كل ما انا شف الماء قل اضيف الكمية تمام لما اخلص الكمية المتبقية معايا لاني احسب ليه على مقدار الرز يعني اذا عملت كوب رز اعمل كوبين مرقة انا اعمل كوبين مرقة على الكوب الرز او كوب ونص مرقة على نوع الرز اللي استخدمته لما خلص اخلص الكمية خلص الان بوطي عليه النار اوطى حاجة اوطى شي شمعة وبخليه اليه ان ينشف الماء ويطبخ تقريبا اخد مني ساعة على نار هادئة اخليه شوية بعد كده اقلبه لا تقلبونه شوهو حار عادو لسه طفيته عليه خلوه خمس دقائق بعدين اقلبوها شوفوا ما شاء الله كيف طبعا عادي هنا مسكة عليها يعني هو مصراحة مش محروق اكلناه هذا بس بقد لديدة لديدة وتزينوها بعدين تعملوله اللي انتم حابين ممكن كمان تعملوها بقوالب الكبكيك عرفت القوالب القصدير اللي نعمل فيها كبكيك ممكن تعملوها دخلوها الفرن كمان حلو يكون في التقديمات العزايم عندكم البوفي يعني كل واحد تقلبو عليه وبعدين ممكن تعملوله صوص على قمب صوص حامض على قمب اللي اللي حاب يزيد وبس انه زينتو بالشريح طماطم شريح ليمون وعليه باخدونس صراحة هذا اللي طلع معايا التزين وبس بعد كده قطعوها وماشاء الله لديدة على العصر الليمون ممكن قطعكم يكون معاكم صوص تطبخوا تحطوا على الصوص لديدة جدا وسهلة وسريعة ان شاء الله تقربوها دي الطريقة وصدقوني لنفس لديدة نفس المحشي اللي نعملوه اصابع نفس الطعم بس انها بشكل يا كيكة كده تاكلو بالملعقة والله قربوها انا لما اشتري الملفوف مرة يصادف انها تمام من برع بس لما اوصل لقلب الملفوف يكون اوراقه صغيرة وما تنفعش تنحشي وكمان يعني سميك تكون فاني كله اسلقه وافرمه بعد كده افرزنه واستخدمه لكيكة المحشي استخدمه بحشوات بالمكارونا باشياء كتيرة بعطيكم معلومة افضل اوقات تشترو فيها المحشي اشهر هي من نهاية عشرة الى شهر واحد يكون الكرومب او المحشي حلو للحشوات مسكر طعمه مسكر وطعمه لديد افضل من الاشهر البقية يعني تقدروا تشترو تفرزنه اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومتس حلو منكم بالعافية لي ولكم